تحياتي لكل أهلوية بيتدعوا معنا حلقة النهاردة من السادسة أهلين وسهلا بيكم وإحنا في ظل حالة الفرحة الحقيقة بتأهل الأهلي لمباراة النهائي دوري الأبطال دورة التاج الموسم ده وما زلت بأكد وبكرر أنه أهم بطولة أو أهم نجمة حقاق الأهلي في سبع نجوم بإذن الله العلامة الكاملة هتكون نجمة دوري أبطال أفريقيا السنة دي في موسم ومواسم ممتدة الحقيقة عاش فيها الأهلي أفضل أيام خليني أبدأ بأفضل أيام دي لأنه على مدار فترة لم تتجاوز ثلاث سنوات يعني احنا نتكلم تقريبا تقريبا في سنتين وعشر شهور سنتين وعشر شهور من عمر النادي الممتد لمية وستاشر عام مية وستاشر سنة هي عمره وتاريخ النادي الأهلي منذ بدايته في ألف تسعمائة وسبعة في سنتين بس في سنتين وعشر شهور يعني في أقل من ثلاث سنين الأهلي لعب أربعة نهائي دوري أبطال والأهلي لعب في ثلاث نسخ كاسعالة والأهلي قابل كبار القوم الجيل ده من اللعيبة وأنا عايز أكلمكم شوية عن رهبة النهائيات الفريق اللي بيوصل لمباراة في بطولة كبيرة آن كانت بقى بطولة كبيرة طبعا دي نسبية على حسب هو طموحاته إيه وإمكانياته إيه لكن لما نيجي نتكلم على دوري الأبطال الفريق اللي موصلش طول عمره أو على مدار تاريخه لمباراة نهائي دوري الأبطال وهو مقبل عليها بيشعر بحالة رهبة شديدة جدا وحالة خوف شديدة جدا والحسابات بالنسباله بتبقى في منتعة تعقيد لكن الجيل ده بس الجيل ده من النادي الأهلي مش متعود طول عمره ومش شايف ومش متربي ومش بيشجع الأهلي وهو بيفوز بالألقاب لكن الجيل ده عاش ثلاث نهائيات الجيل ده خاض ثلاث مباراة نهائية في دوري الأبطال وقدر أنه هو يخد أو يفوز بلقابين منهم والتالي طبعا أنتوا عارفين قصته وحكايته مش قوانه أن احنا نتكلم فيه الأهم من ده أنه نفس الجيل ده لعب مع كبار العالم لعبنا مع أكبر أندية العالم وفوزنا عليها لعبنا مع الريال ولعبنا مع البيرن ولعبنا مع الهلال ولعبنا مع مونتري المكسيكي ولعبنا مع بلميراس البرازيلي ولعبنا مع فلامينجو البرازيلي ولعبنا مع الهلال السعودي ولعبنا مع سياتل ساوندرز الأمريكي ولعبنا معها ولعبنا معها ولعبنا معها ولعبنا معها وقد كان الأهلي دايما على المعات بصرف النظر على نتيجة المباراة من عدمها لكن الجيل ده خاض تحديات وواجه مستويات أكبر وأعلى بكتير جدا حتى من مجرد مستويات الموجودة في قارة أفريقيا عشان كده بقول إنه ما فيش رهبة لكن فيه طبوح فيه دوافع وأهم دافع غير إنه يكون البطولة 11 في تاريخ النادي الأهلي كمان إنك تحقق العلامة الكاملة الموسم ده واحد من أهم الدوافع اللي بيلعب واللي قدام لعابة النادي الأهلي فرصة مش هتتكرر كتير إنك تحقق كل البطولات في كل الموسم حققنا اتنين سوبر وبطولة كاس نتبقى دوري الأبطال والدوري اللي احنا بنفتح صفحته عندنا ثلاث مطشات مهمة جدا أولهم مع عمبي إن شاء الله بإذن الله مباراة هيكون معادها بعد بكرة بعد كده هنلعب الجيش يوم الجمعة ثم سيراميكا كليو باترا ثلاث مواجهات قبل ما توصل لمواجهة الوداد البيضاوي في مباراة الزهاب في القاهرة هنا وأنا أفضل دايما أن أتعامل مع المباراة دي على أنها نهائي من جولة واحدة يعني لو عايزين نخلص نخلص من هنا شايف إن السيناريو الأفضل من الأهلي يروح كذا بلانكا وهو مرتاح وكل أنواع الضغط والتوتر والمشكلات موجودة عند الوداد البيضاوي ونحن قدرون بإذن الله نسخة الأهلي مع مارسيل كولر التوارد بشكل عنيف والتوارد بشكل في منتهى القوة إحصائيات الأهلي في البطولة وإحصائيات الأهلي في الأدوار الإقصائية بدءا من دور الثمانية وصولا لدور الأربعة بتقول للأهلي واحد من أفضل فرق القرى وعلى الجميع أن يهاب الأهلي الأهلي يحترم أي خصم وأي منافس بالتأكيد ولابد أنك أنت تدي للوداد قدروا لأنه واحد من كبار قارة أفريقيا النهاردة هنفتح ملفات الدولي ونشوف كل ما يتعلق بمشاركة الأهلي في الثلاث مباراة دول لأنه هم إن شاء الله يكونوا فترة الإعداد لما قبل مباراة النهائي عندك أمبي إن شاء الله يوم الثلاث وأسئلة كتير جدا بتطرح نفسها أنا عارف جمهور نادي الأهلي بيشجل نفسه مين هيكون جاهز لمباراة الوداد مين عندنا طبعا الشناوي عندنا رامي ربيعة دول اللاعبين يمكن اللي موجودين في قامة الأصابات لكن أغلب الظن أغلب الظن يعني هيكونوا موجودين وجاهزين إن شاء الله قبل مباراة الوداد عندنا كمان وما ننساش إنه لابد إن إحنا ندعم لأنه أنا بشوف أي لعب هيشارك والنهاردة الحمد لله سكواد الأهلي في أفضل حالاته يعني النهاردة لما تيجي تحط التشكيل الأهلي يتحطه بمنتع الأريحية لكن الأكيد إنه مستر كولر هيستغل التلات مطشاط دول لحكتين أساسياتين سواء في تجهيز اللعيبة اللي ممكن يكون محتاجها أو اللي كانت بعيدة لسبب من أسباب أو لإراحة بعض اللعيبة اللي الحقيقة بذلت موجود كبير جداً الفترة اللي جاية ومحتاجة تبقى يعني بين قصين جعانة كورة جعانة كورة قبل ما تروح لمطشاط الدور النهائي خليني أبارك يعني مشجأة السيتي كمان النهاردة السيتي بيحسب البطولة بأيدي الأرسنال مش بأيديه هو النهاردة عده مطش مهم طبعاً أو ما بقاش مهم خلاصة أن البطولة حسمت رقمياً وحسبان السيتي تبقى ليه ثلاث مواجهات لكن بعد خسارة الأرسنال من نوتينجام فورس بنتيجة واحد صفر كده السيتي بطل البريمير ليج للموسم الثالث على التوالي في واحدة حقيقة من الحاجات اللي تقول أنه إدارة السيتي أحسنت وخططت وإدارة كتيبة السيتي بشكل أكتر من رائع للدرجة اللي بقى فيه اتفاق حتى الناس اللي بتشجع السيتي النهاردة شايفة أنه واحد من أفضل الفرق على مستوى العلام إن لم يكن أفضلها وقدامه طبعاً نهائي تاريخي مع الإنتر في إسطنبول يوم عشرة ستة قبل مباراة العودة بتاعتنا بيوم واحد الأهل يلعب أربعة فقارة أحداشر في كازابلانكا ويوم عشرة ستة هيكون معادنا مع نهائي الشامبيونز ديك تعالوا نروح مختارة تيتش نعرف تفاصيل عودة الفريق للتدريبات بعد مباراة الترجي الجهاز الفني بقيادة مستر كولر قرر أنه يدي راحة للعيبة لمدة 24 ساعة ومن النهاردة بدأت استعدادات مباراة أمتى إن شاء الله بنفتح ملف الدولة اللي إحنا تقريباً نكون نسناه لو بتقارن أنت بتتكلم طبعاً على جيل حق إنجاز الجيل التاريخي أو الجيل الزهبي لجيل بركات ووقي الجمعة وعصام الحضري وعمد متعب بتتكلم على جيل وصل للمباراة النهائية أربع مرات على التوالي يمكن أنا تكلمت على الإحصائيات دي مباراة طبعاً إحنا وصلنا قبل كده في نفس الألفية دي 2005-2006-2007-2008 2005-2006 توجنا باللقب على حساب النجم والصفقسي 2007 كسرناه قدام النجم السحلي 2008 كسرناه قدام القطن الكاميروني قدامنا فرصة الزهبية لتكرار نفس الإنجاز وأعتقد كمان إن جيل دي هتفوق ببرونزية زيادة على جيل بداية الألفية لأنه فاز طبعاً ببرونزيتين في بطولة كسر عالم للأندية وأتبقى التحدي إن شاء الله أن إحنا نكسر الرقم ده السنة الجاية بخمس بطولات لكن قدامنا موسم استثنائي قدامنا هدف قريبين جداً من تحقيق وتفوق الأهلي في بطولة الدوري بفرق شاسع إحنا توقفنا عن المشاركة في الدوري في بعض الفرق النهاردة وصلت لـ 28 مباراة إحنا لعبنا أو وقفنا في الدوري ده عنده 21 مباراة يعني فيه فرق لعبة 7 مطوات فيه فرق 26 فيه فرق 25 وأعتقد بيرامد زي ممكن 24 لكن في النهاية أنت مازلت الغاية النهاردة في صدارة جدول الترتيب فوزك في الثلاث مباراة اللي جاية مهم جداً لأنه يديك أريحية أنك تخلص السيزن بدري بدري تخلص الدوري بدري بدري والدوري هو المسابقة الأطول اللي هتكمل معنا الموسم ده يعني إن شاء الله بإذن الله حتى لو يعني الكاس ومشينا فيه مشواره لغاية آخر ومشي هنلعب عدد مباراة الأهلي متبقيد و13 مباراة في بطولة الدوري مباراة دوري الأبطال فضلك فيها مواجهتين السوبر الأفريقي هيكون مواجهة أو لقاء واحد لقاء فاصل بين بطل الكنفدرالية وبطل دوري الأبطال البطولة الوحيدة الممتدة معاك لأطول وقت ممكن في الموسم ده واللي ممكن تطول عليك الموسم شوية هي بطولة الدوري فمن الأفضل من أفضل طبعا بالنسبة لنا أفضل السيناريو أنك توسع الفارق وتخافز على الصدارة وتبعد عن كل المنافسين اللي أعرب ليهم بالنسبة لك هما فيوتشر وبيرميدز وتخلص الدوري بدري بدري وتبتدي أجاستك وتحضيرك للموسم الجديد بدري بدري وترايح نجومك ولعابتك بدري بدري موسم اللي جاي هيكون موسم صعب جدا ومرهق جدا وخصوصا مع استحداث بطولة السوبر ليج الأفريقي طيب نروح هنروح لفاصل ونرجع ندخل في تفاصيل حلقات والواحد الحقيقة أصبح فحيرة من أمره يعني في الوقت الوصول الأهلي لنهاء دولي الأبطال والله يقوم بصرف النظر عن النتيجة يعني أنا إن شاء الله عندي سقة أن البطولة دي بإذن الله بتاعتني لكنه حتى بصرف النظر عن النتيجة كون أن فريق مصري يبقى مسيطر على السحة الأفريقية بالشكل ده خلينا تفعله مسيطر يعني بكل الأرقام تجيبها يمين تجيبها شمال الأهلي هو سيد قارة أفريقيا وده باعتراف الجميع ما بسمع أشقاءنا في المغرب أو أشقاءنا في الجزائر أو أشقاءنا في تونس إعلاميين وكوادر فنية ومديرين فنيين ولاعبين بيتكلموا عن نادي الأهلي تقدر تعرف عظم تقيمة النادي الأهلي في عيون الآخرين يعني فباستعرف جدا من من اللي ممكن أكون بشوفه أو بسمعه في مصر هنا يعني في الوقت المفترض أنه ده حاجة تفرح المصريين كلهم وأنا متأكد أنه على مستوى الجماهير الناس الأسوياء يعني الطبيعية اللي ما عندهاش غل ولا حقد لأنه ده مش مكانه الرياضة مبسوطة لوصول الأهلي لأنه في النهاية مصر مصر يا جماعة موجودة في نهاية دول الأبطال على مستوى الأندية بيمثلها الأهلي بيمثلها X Y Z مش مهم بيمثلها فريق مصري فمفترض أن دي حاجة تبسط الناس لكن أطلع علي ناس بتتكلم على يعني فكرة أنه الأهلي محظوظ وبعد ما نتخطى التراجع لا ناس بتتكلم على خلافات بين الجهاز الفني وبين إدارة النادي الأهلي وأنه في صدام بين مستر مارسل كولر وبين كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي شيء يعني لا يصدقه عقل خلينا نروح للملعبة النادي الأهلي في ملعبة التتش في النادي الأهلي وزي مننا محمد تعفيق اللي يمكن تابع الدقائق الأولى من تمارينة النادي الأهلي نتطمن منه على عودة الفريق للتدريبات واستعداده لمباراة MPU من الثلاثة اللي جاية محمد مساء الخير مساء الخير زي من العزيزي أحمد يعني تحياتي دي كل مشاهدات النادي الأهلي في كل مكان أهلا بيك ثلاث محطات مهمة جدا مهمة لسببين واحد أنك تحافظ على صداء أنا بشوف تحافظون مهمين يا محمد لأنه يفوزنا بيهم يبعدنا بشكل كبير جدا عن كل الفرق القريبة مننا ويساهم في فكرة أنه الأهلي يفنش الدوري بدري بدري إن شاء الله ده يساعدنا إن شاء الله في استعدادنا للموسم اللي جاي اتنين هما المرحلة الأخيرة أو مرحلة الإعداد الحقيقية لمواجهة الوداد الأولى إن شاء الله في القاهرة يوم أربعة نتطمن على عودة الفريق للتدريبات واتطمن منك كمان تطمننا على حالة المصابين أو اللي كانوا مستبعدين لأسباب فنية في الفترة الأخيرة في البداية أنا باتفق معك ما في المئة زميل عزيزي أحمد في أهمية هذه الثلاث مباراة زي ما أنت قلت هتخلينا نبعد كتير جدا إن الحمد لله تمازلت متربع على صدارة الدورة الممتاز برغم إنك لعب ست مباراة أقل من كل منفسينك فالحمد لله ده حاجة كويسة جدا ما بالك بقى بإذن الله تسع نقاط جريت وضف لرصيدك أعتقد رغبت لما نخلص بقى بطولة أفريقيا ونرجع تاني للدورة أعتقد هيكونوا عاملين معانا فرق كبير جدا وزي ما أنت قلت أهمية حسم بطولة الدورة مبكرا ده حاجة مهمة جدا خاصة أنك عندك موسم طويل جدا وشق جدا الموسم المقبل بإذن الله عندك أكثر من بطولة همون طبعا بطولة السوبر الأفريقي المستحدثة فهتبقى محتاج كويس جدا أنك تم مخلص بدري بدري الدوري مجرب أكبر عدد من اللعيبة 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 ما كاش تلعب على مدار الموسم تشوفها كمان في نهاية الموسم ده هيختم الجاز الفني كتير أنه يعني يحسم زي ما بقوله قائمة بتاعة الموسم الجديد نرجع بقى لمرجوعنا وقدر النادي الأهلي وأنه كل يوم عندك بطولة جديدة يا أحمد يعني خلاص بتصعد لمباراة دورة أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي زي ما أنت قلت أعتقد فخر المصر كلها مش بس جمهوري النادي الأهلي أن مصر زي ما أنت قلت موجودة في نهاية دورة أبطال أفريقيا تتكلم ست مرات من آخر سبع سنوات والربع على التوالي أعتقد ده إنجاز كبير جدا يحسب أولا وأخيرا للقرى المصرية أن النادي الأهلي زي ما احنا عارفين النادي وطني ومهمته الأولى هو إمداد كل المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب بالبطولات وانت زي ما أنت شايف النادي الأهلي الحمد لله مش رف مصر في كل رياضات مش بس قرط القدم طبعا الجهاز الفني كان كلامه مع اللعاب أن احنا خلاص أفنا نهائيا صفحة نهاية دورة أبطال أفريقيا عندنا ثلاث مباراة زي ما أنت قلت مهمين جدا في عمر المسابقة وفي طوقتها يمكن الفريق على طول النهاردة خد بس يوم واحد أجازة بعد مباراة الترجي كانت الأجازة النهاردة على طول الفريق بيرجي على التدريبات وممكن أول حقا كمان مستر كولر كان عامل محاضرة لعبين اتكلم فيها في كل الكلام اللي حنا نقوله ده يا أحمد أهمية هذه الثلاث مباريات أهمية غلق المحل يعني الملف الإفريقي بشكل مؤقت والتركيز في الدوري لأهمية هذه المباراة في عمر الدوري وحسم المنافسة كمان كان فيه كلام فن كتير جدا عن أهمية المرحلة ومواجهة الفريق واللعب وفترة اللي فاتت واسلوب لعبه وهل فيه أخطاء أو لا اللعبين ده كله جهاز الفن يتكلم فيه كمان نتكلم عن الفترة المقبلة ومنافس أمبي على المنافس الأهل القادم اللي هو أمبي إن شاء الله المباراة المقررة إن شاء الله تسعة ونصف مساء على الصادق قائرة في إطام وقت الجولة 29 دول العام كل فريق على طول نزل المران فيه ملعب مختار التتش هنا بالجزيرة يا أحمد يمكن اللعبين اللي كانوا بلعابه يعني المباراة الفترة اللي فاتت زي ما أنت عارف كان فيه ماتش ودن ما بينهم وبين ناشئ النادي الأهلي عشان ياخدوا برضو حيات من تدريب كبير جدا اللعاب الموجودين في ماتش الترجل الحمد لله كلهم النهاردة اتضربوا بشكل كامل مع الجهاز الفني ومع بقى اللعبين ممكن بس النهاردة محمد عبد المانعيم حسين الشحيات كهرباء اللي فضل الجهاز الفني هما يخدوا بعض التدريبات الاستشفائية هما من ناحية الطبية لائقين تماما ولكن ده يعني الجهاز الفني شاف أنه رايحهم خاصة أن هما شاركوا بصفة مستمرة خلال الفترة اللي فاتت لكن الحمد لله بطمينكم بطمين كل جمهورنا دي الأهلي أن هما يعني من ناحية الطبية هما سلام بنسبة 100% محمد الشنينيو كمان اللي بقد برنامجه الاستشفائية والعلاج من إصابة السمانة كان قد تدريبه النهاردة وكان موجود مع الزملاء وبيأذره من على ديكة البودلاء كمان يمكن ظهور النهاردة الكريم فؤاد واحد من نجوم الفريق اللي غاب له فترة طويلة نظر للإصابة الحمد لله طمينت منه من دكتور رحمة أبو عبلا حالته مطمينة جدا ماشي في برنامجه التأهلي والعلاج بشكله أكثر من رائع سواء هو أكرم توفي ممكن بيتمنوا اتكلمت معهم يعني بيتمنوا بشكل كبير جدا انهم يكونوا موجودين فقرأ فرصة مع الفريق ويكونوا ده أعمل زملائهم بإذن الله فيما هو قادم من مباريات ومن بطولات مقدمة مقبل عليها النادي الأهل بإذن الله زي ما انت قلت أحمد أهمية المباريات كمان انت عندك زي ما بتقول مش بس المباريات أهمية انت عندك بعد كده طلعي الجيش تنامية كلوبطر ممكن بتتكلم في ثلاث مباريات خلال عشر تيام أو أقل كمان ثمان تيام بالزبط خلال بعد يوم على طول نهاية دور أبطال أفريقيا أكيد الجهاز الفني بتكلم مع لعابين عن أهمية هذه المباريات اللعابة اللي هتشارك اللعابة اللي هيتم إراحتها في بعض المباريات طبعا انت عارف لازم يحصل روتيشن خلال هذه الثلاث مباريات نظر انك انت بتتكلم آخر مباراة لك هتبقى سلامية كلوبطر يبقى يوم الاتنين الحد اللي بعد على طول مباراة الوداد اللي منتمنى بالطبع التوفيق اللعابة فيها وان شاء الله يكون البطولة الحضاشة من نصيب النادي الأهلي الأجواء هنا زي ما بقولك أكثر من رائعة ممكن زي ما انت بتتكلم بقى وبعض الناس اللي بتتكلم عن النادي الأهلي الأجواء رائعة سواء الجهاز الفني أو اللاعبين بشكل عام الحمد لله يعني أجواء تحس منها يا أحمد ان دي أجواء بطولة وبإذن الله نحن قريبين من بطولة واعطيك انها أغلى بطولة على كل جمهورنا دي الأهلي وهي دورة أبطال أفريقيا بإذن الله رب العالمين صحيح وفريق ما تنساش برضو يا محمد انه يعني فريق محاق العلامة الكاملة موسم ده نجح بكل المقاييس مستروي فيتوريا خد مع فرقة دي كل الألقاب أو كل البطولات اللي دخلوا في المنافس عليها بدأنا بالزمالك في بطولة السوبر ثم كان الكاس في مواجهة بيرامد ثم سوبر تاني على حساب بيرامد فبالتالي العلامة الكاملة دي بالتأكيد وانت رايح نهاية دورة أبطال بالتأكيد الحالة المعنوية زي ما بيقول كده فواتح شهية لبطولة أو اللقب الأغلى إن شاء الله اللقب دورة الأبطال بالطبع يا أحمد ممكن ده زي ما قلت لك الجهاز الفني اللعبين بيتكلموا على طول بأحدثهم أو في كمان في الاجتماعات الفنية والمحاضرات قبل المبارات أو قبل التدريبات بيتكلموا في نفس الكلام ده تيمكن سبحان الله اللي بيتكلم في جمهور النادي الأهلي دايما الجمهور الواعي الجمهور الحقيقي النادي الأهلي هتلاقي دايما الجهاز الفني واللعبين بيتكلموا فيه عن أهمية البطولة تبتتكلم الحمد لله موسم أكثر من رائع إن شاء الله يتم على خلال زي ما أنت قلت البداية على طول كانت اتنين سوبر مش سوبر واحد بس سوبر على الزمالك منقبار القوم زي ما بقولوا أنت كبير أفريقيا ما دقوا لبطولة الصباح الأفريقي اللي هتقام لأول مرة أعتقد دي كلها إنجازات ممكن يكون ده مش عاجب البعض يا أحمد وكيد ده باين جدا أنت بتكلم الناس كلها بتتكلم عن نادي الأهلي وفخورة بالنادي الأهلي حتى من غير المصريين ده الطبيعي والمصري الطبيعي لازم يكون فخور بالنادي الأهلي فريق بإحقق كل هذه الإنجازات بيرفع اسم مصري في كل البطولات مش بس كرة لا ده أنت كمان انت بتتكلم كمان على سبيل بقى يعني لش هنتطرق لبعض شوية برى الكرة انت فريق اليد كمان عندك يا أحمد لقى بالصباح كاس العالم الأندية السنان اللي فات لكورة اليد موجود كمان للعام التاني على التوالي في كاس العالم الأندية عندك فريق البسكت محق بلح يعني أداء أكثر من رعا وصعد للبطولة يعني على الواقع انت بتتكلم في 23 لعبة الحمد لله انت رقم واحد فيهم أعتقد ده صعب جدا يعني نشوف أندية كترة جدا على مستوى العالم هو متميز في الرياضة واحدة بس يا أحمد واخد الرياضة فيها لكن انت بتتكلم في فريق واخد الرياضة في بلده وقررته في 23 لعبة انت بتكلم من أول تونس الطولة كاراتي كل الألعاب الفردية كمان بتتكلم في كل الألعاب الجمعية انت على مستوى اليد واخد 3 بطولات محلية واخد بطولة أفريق وراحك يا ساعمان ده موسم استثنائي الحقيقة نجح فيه الأهلي وفي التفوق في كل الألعاب ورياضات الحقيقة بطولات الأهلي لا تعد ولا تحصل موسم ده وده السمرار لمسيرة نجحة وإدارة الحقيقة بتخطط وبتعرف تحدد أهدافها كويس جدا وبتعرف تحط الطرق وتساعد الأجهزة الفنية واللعيبة بتاعتها كل من يرتدي تيشرت النادي الأهلي وشعار النادي الأهلي عارف كويس جدا طريق البطولة وبإذن الله ان شاء الله يكون موسم من أنجح المواسم بشكرك شكرا جزيلا الزميل عزيز محمد توفيق من داخل نادي الأهلي في الجزيرة دي كانت أخبار ولقطات من عودة الفريق للتدريبات مرة تانية اوزن انكم شفتوا تقريبا كل سكواد النادي الأهلي موجود في الملعب استعدادا لمباراة أمبي اللي قد قد تشهد بشكل كبير ظهور وجوه جديدة وجوه جديدة أصد بها طبعا يعني مفيش لعيب في الأهلي لعيب جديد يعني كل اللعيب احنا عارفينها وشاركوا قبل كده في مطشاط لكن وجوه مشاركتش في الفترة الأخيرة من الولد مستر كولر ان هو يديها فرصتها عشان تشارك مع الأهلي في الثلاث مطشاط اللي جئين مش بس الكلام مش على مطش أمبي في السياق كان توفيق بيتكلم على مشاركة الأهلي بصرف النظر عن نتيجة مبارات نهاية دورة الأبطال الأهلي في كاس العالم بنسخته الجديدة زي ما أعلن الفيفا تبقى لتصنيفه طبعا احنا متكلم على تصنيف الفرقة الأفريقية في آخر السنين فبالتالي الأهلي دايما هو في الصدارة بعيد تماما عن أقرب منافس لي وبالتالي الأهلي موجود في بطولة كاس العالم للأندية وخصوصا أنه هو بطل نسخة قبل الأخيرة هل ممكن فريق مصري تاني يشارك في البطولة أنا بقول لكم من الآخر لا مش هينفع لأنه التصنيف والترتيب حتى لو فاز الأهلي بالبطولة لأنه السؤال ده يعني سؤال راجع أنا كنت أتمنى يعني كنت أتمنى أنه يبقى فيه فريق مصري تاني لكن ده مش هيحصل حتى لو فاز الأهلي بقى بطولة دوري الأبطال مش هيكون فيه مساحة لأي نادي مصري أنه هو يشارك في بطولة كاس العالم للأندية طيب واحد خليني أقول لكم الأول الشناوي زي ما تطمننا زي مننا محمد توفيق على اللي تطمن بدوره طبعا من جهاز الطبي من دكتور أحمد أبو عبل على حالة محمد الشناوي وكل الكلام اللي جاي لنا أو معلوماتنا بتقول إنه الشناوي هيكون جاهز قبل نهائي دوري الأبطال بس أنا عايز أقول لحضراتكم حجاء وكده كده الشناوي مش هلعب تلات مطشاط اللي جايين دول للإصابة والإيقاف يعني الشناوي برى الحسابات في تلات مطشاط بتوع الدوري أنا عايز جمهور نادي الأهلي يدعم علي لطفي الحقيقة يمكن يكون عشان علي ما بيشاركش بشكل مستمر وخصوصا في ظل تقلق محمد الشناوي الفترة الأخيرة ده يمكن يكون مش عايز أقول مش مطمن الجمهور لكن في النهاية مش هو الحرس الأساسي فبالتالي شوية بتبقى قلقان من غياب الشناوي لكن ده ليقلل أبدا 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 من علي لطفي وأنا ثقتي شخصيا في علي لطفي كبيرة جدا وحتى لو لعب علي لطفي مطش المباراة الزهاب أمام الوداد البيضاوي أنا هكون الحقيقة واثق فيك بشكل كبير وفرصة كويسة قوي نحن نشوف علي في الثلاث مطشات اللي جاي يمكن علي أهم مركز مهم أنك أنت تطمن عليه ومهم أنك أنت تديله في المباراة الثلاثة دول قبل ما تروح لنهاية دولة الأبطال ومعايا يمكن بعض الأسماء التانية أحب شوف مثلا أنه بيرسيتاو أنه علي معلول أنه عبد المنعم أنه كهرباء أنه الشحات الأسماء دي لازم تاخد هودنا شوية لأنها بزلت مجهود كبير جدا في الفترة الأخيرة وخصوصا في مباراتي الرجاء ومباراتي الترجي كانوا لعيبة محورية وأساسية وعامل أساسية في نجاح النادي الأهلي في تخطي الرجاء والترجي بمناسبة الشدناوي أنتوا عارفين طبعا أنه منتخب مصر عنده مباراة مهمة مع غينيا يوم 13 المباراة دي هتتلعب في المغرب وغينيا بتلعب مطشاتها في المغرب لأنه الملعب بتاعها يعني الاتحاد لأفريقيا حاتت موصفات معينة في أي ملعب يستطيقى في مبارايات أندية أو منتخبات في بطولات أفريقيا فالملعب بتاع غينيا غير مطابق فغينيا بتلعب مطشاتها في المغرب وكان في مشكلة طبعا في حالة أنه الأهلي لواجه سانداونس في المباراة النهائية في دور الأبطال من العادة الأهلي هتبقى موجودة في جنوب أفريقيا والمسافة بين جنوب أفريقيا وظروف الطيران من جنوب أفريقيا للمغرب كبيرة جدا ومطش الأهلي كان هيبقى مباراة العودة هتبقى يوم 11 ومباراة المنتخب يوم 13 فكان فيه استحالة شبه استحالة يعني إنه حتى لو طير خاصة يعني ما اعتقدش أن العادة الأهلي كان ممكن تبقى موجودة مع بعثة المنتخب لكن في النهاية فوز الوداة حسم المشكلة لأن العادة الأهلي هتكون قرادة موجودة في المغرب مع بداية معسكر منتخب الوطن اللي هي بدأ يوم 19 ويمكن كان فيه تواصل بين دكتور محمد أبو العيلة طبيب منتخب مصر مع الجهاز الطبي مع دكتور أحمد أبو عابلة رئيس الجهاز الطبي النادي الأهلي عشان يتطمنوا على محمد الشناوي حدث مرمى النادي الأهلي والحدث الأساسي لمنتخب مصر ومعرفة تفاصيل متعلقة بصبته في عضلة السمانة مدى استجابته للبرنامج العلاجي اللي حطته له الجهاز الطبي عشان يتأكدوا هل الشناوي هيكون جاهز أنه يشارك ويكون موجود مع منتخب مصر في المعسكر ولا لأ وأعتقد زي ما قلت لكم بإذن الله شناوي يعني أتوقع أنه في ظل المعلومات اللي جايانا بتقول أنه إن شاء الله هيكون جاهز قبل مباراة نهاية دول الأبطال وبالتالي جهازيته ومشاركته مع الأهلي في نهاية دول الأبطال تعني حتما يعني أنه جاهز لمشاركة مع منتخب مصر في مماطش غينيا مماطش غينيا مماطش مهم لأنه هيريحك في قصة الصدارة الصدارة في المجموعة بينك وبين غينيا أنتو الاتنين عندكو تسع نقاط مباراة دي بتاعتهم مكسبك منتخب غينيا احنا كسبناه هنا بشق الأنفس أعتقد واحد صفر لو أنا واحد صفر في السادق قاهرة منتخب تقيل 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 حقيقة تعبنا وأرهقنا بشكل كبير ولا معرفش إحنا اللي كنا وحشين في الوقت ده لكن معروي فيتوريا المنتخب الحقيقة ندي الراجل حقه لا في تطور كبير جدا في مستوى المنتخب الوطني في كورة المنتخب الوطني معروي فيتوريا ونتمنى أن يستمر عدو ثلاث نقاط أهمة جدا لأنها تخليك تنفرد بصدارة المجموعة برصيد 12 نقطة وتسيب غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط نروح للجمهور جمهور الأهلي اللي طبعا منتظر يعني إحنا أمام واحدة من المباراة التاريخية التي لن تنسى مطش الوداد مطش الوداد البيضاوي يوم أربعة هنا في القاهرة ويمكن فيه طبعا في الوقت الحالي مخطبات من النادي الأهلي وتحديدا مع الجهات الأمنية عشان يبقى فيه موافقة على الحضور الجماهيري بالساعة الكاملة لاستاذ القاهرة في مباراة النهائي اللي هتتلعب يوم أربعة هنا في الأستاذ مهم جدا 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 أنا بشوف زي ما تعودنا من جمهور الأهلي قبل ما أتكلم على دور جماهير تانية أو قبل ما أتكلم على مشهد تاني كلنا حسنا فيه أنه إحنا تظلمنا أو أن احنا اتخطفت مننا بطولة أو اتخطفت مننا فرصتنا بشأقول بطولة اتخطفت مننا فرصتنا العادلة في المنافسة على بطولة السنة اللي فاتت لما لعبنا مباراة النهائي أمام الوداد في ملعبه وأمام جماهيره وأنتوا عارفين أنه جماهير الوداد واحدة من أفضل جماهير على مستوى قارة أفريقيا فبالتالي احنا منتظرين نفس المشهد ده من جماهير النادي الأهلي زي بالزبط بشوفنا الدور اللعب الجمهور في مباراة الهلال السوداني ومباراة الرجاء المغربي هنا في القاهرة شوفنا لوحة مهمة وطابله رائع ومسند على عالى مستوى كان لهم فضل كبير جدا في مسندة الفريق وتقديمه للعروض القوية جدا مكينته من وصوله المباراة النهائي عشان كده في رغبة عند النادي الأهلي أنه مندرجات استاد القاهرة تبقى مليان وأعتقد في مناسبة زي دي إذا كنا في الهلال السوداني في دور المجموعات ظهر الاستاد بكامل طاقته الاستعابية إذا كان ده حصل واتكرر في مباراة الرجاء أعتقد أن المباراة الوداد ستلقى قبول عند كل الجهات المعنية وبالتأكيد الأهلي في مهمة وطنية راهن على جمهور الأهلي في الثلاث متشاط بتوع الدور يعني ده دور الجمهور لأنه لا يحدد ده ما أعتقدش أنه سيكون فيه موانعة من أي جهة قائمة على تنظيم المباراة دي أو على تأمينها لكن مهم جدا دور الجمهور والشكل اللي هزر به في الثلاث مباراة المقبلة ماتش أمبي يوم الثلاث ومن بعده الجيش يوم الجمعة ومن بعده سيراميكا كليوباتر ومناسبة ماتش غينيا روي فيتوريا المديل الفني للمنتخب الوطني اختار مبدئيا كده قائمة مبدئية فيها أربعين لعب عشان يستقر من الأربعين لعب دول على القائمة النهائية اللي هتتحدد يوم للمعسكر اللي هيبدأ يوم تسعة ويوم عشرة يونيو اللي جاي استعدادا للماتش غينيا حمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكورة القدم قال أنه المعسكر هيبدأ يوم تسعة وعشرة استعدادا لمواجهة غينيا يوم أربعتاشر في الجولة الخامسة من التصفيات طبعا اللي بتأهلنا لماتشات أو مباريات وبطولة أمم إفريقيا عشرين أربعة وعشرين فوز مصري قال يقربنا بشكل كبير جدا ويحسب مخصوصا براء المتبقية المنتخب الوطني هتكون مباراة إثيوبيا هنا في ملعبنا وبالتالي يبقى ضمننا التأهل في صدارة المجموعة لعبة الأهلي زي ما قلت لكم هيكونوا موجودين إن شاء الله في نفس المعسكر بعد من شارك الأهلي ويلعب المباراتين بتوع الوداد المغربي سواء في قاهرة هنا أو من بعده في المغرب وهتستمر المجموعة اللي يختارها مستر ويف فيتوريا من لعبة الأهلي بعد كده في المغرب عشان تنضم المعسكر منتخب وتلعب مبارات غينيا في تصفيات أفريقيا طيب فاصل كنا لسه بنتكلم مبارح كنت بابريكلو على تأهل الأهلي على حساب الترجي ودردشنا شوية في الأهلي ومسر كولر ومشور الأهلي في أفريقيا خلينا نتكلم في نفس الموضوع على الهواء وخصوصا طبعا إن احنا على بعد 48 ساعة من عودة المنافسة أو مباريات الدوري مرة تانية وماتش إمبي هيشرفنا في السادسة بعد الفاصل نجم نادي الأهلي الكابتن عمر الحديدي هو ضفنا فاصل ونرجع لحضراتكم إذن فالأهلي أبدع وأمتع والأهلي في نهاية دوري الأبطال كما توقع في آخر اللقاء هنا لنا في السوديو بعد ما خلصنا الحلقة واتكلمنا على مشار الأهلي في دوري الأبطال قال لي الأهلي في النهاية مبارح كابلنا مكلمة تليفون اتكلمنا وبركتله طبعا في البداية ومبركتله مرة تانية على هوا كابتن عمر الحديدي نجم نادي الأهلي دفنا النهاردة في السادسة مساء الخير كابتن عمر مبروك على هوا تختلف فضل اللي في كلوس كده في التليفون دي ألف مبروك طبعا تأهد من هذه الأهلي بعد عرض رائع بتهيئلي هو الأقوى والأفضل الأهلي والمارسل كولر في بطولة أو مشوار الأهلي في بطولة دوري الأبطال السنة بص تعالى بالمكر هو مستر كولر كولر بيلعب العالم كله مش بيلعب من هذه الأهلي بس بفكره بسلوبه بسيطرته على مجرات المباراة مبارح يمكنه أنا أتكلم مع حضرتك في جملة كانت ما بين أفشا وعبدالقادر وإلبوس يعني لو انتهت يبقى جون عالمي يتحسب لبطولة أفريقيا إن أحلى جون من حيثوا الاستحواز والأداء والتجميع والانتشار والتجانس والانسجام يعني هي كانت محتاجة من عبدالقادر توجيه وليس قوة بس كده هو حب يعني يضمنها نزلك أنا هقطع الشبكة يلا هارد لك عبدالقادر هارد لك نجوم الأهلي كلهم اللي اشتركوا في اللعبة دي أنا واحدة من أفضل جمل اللي تعبت في الموسم كله الحقيقة صفت العرض لقدم التراجي زهابا وإيابا بص هو الرجل يعني حسم المباراة في رادس دي كان إيجابيا أنه أول مرة في تاريخ النادي الأهلي عملها مسلماني قبل كده مسلماني كسب التراجي راح جاي سنة لفاق نسخة لفاق كسبناهم تلاتة هنا هنا هناك لأ ما فيش فرقة عربية دي أول مرة تحصل في تاريخ دي أكبر خسار التراجي أكبر خسار التراجي في ملعبه إيجابيته أنه هو حدد هو محتاج إيه من المباراة شحن لعبته كويس وصل المعلومات اللي هو محتاجها من لعبته خدم لعبته أكبر جزء كبير في رادس من الأداء اللي احنا شفناه هنا وفر كتير على الضغط على لعبته في أستاذ القاهرة كان بيستعمل رغم كتير قوي من مجرد أن قارة التشكيل خافت على حسين وخافت على هاني وخافت على حمدي فتح وخافت على مروان الراجل مش بيكايل بميكيالين في أداءه أو في محاضرته لعب ندلقه أنا هلعب فلتين باستثناء إصابة كانت موجودة لشناوي ربنا يشفيه وعفوه ورجع بألف سلامة فأنا دخلت عليه لطفي مزبوط هو الفترة اللي جاية هيبقى بيعمل روتشم فأدق الحدود إنه أبقى بحافظ على لعبتي عشان أعيني على البعيد يوم 4 و4 و6 وفي نفس الوقت أنا متكمل في الفترة اللي جاية في الثلاث مباريات اللي هتلاعبه قبل 4 و6 إن أنا أبقى إيجابي إن الماتشاط والمكسب بيجيب مكسب سمة المكسب اللي بيلعب بها كولر مع لعبة النادي الأهلي إن الراجل على مدار حياته خلى النادي الأهلي اللاعب الأوحد إحنا مش عارفين اسمه هو كولر رقم 10 كولر هو اللاعب الوحيد اللي بياخد 10 من 10 لعبة النادي الأهلي مستواها بقى في الارتفاع هاني وتاو ومروان اللي هيأله طريقة اللاعب اللي هو بيعرف يشتغل بها دلوقتي حسين الشحات اللي جاية من بعيد ياسر بريم اللي جاية من بعيد مجموعة حاجات مكسبها بيترجم لكولر دلوقتي من أداءه وانسجامه وقريته للعبة النادي الأهلي من أول لما جه وبتزداد دلوقتي بنقول إذا التناغم اللي عبت الأهلي بتزيد في المعيار وفي المعدل البدني والأداء هجيلك للجاي كمان لأنه يعني بدايتهم طبعا بمطش أمبي في الدول إنه ده أفضل هيكون أفضل استعداد واحد طبعا أنك إنت تحفظ على صدرتك إنت تغرد مفردا وأنا هفكر جميعين الأهلي بجدول الدول لأنه هم غالبا نسيوا يعني لكن أطم منكم رغب ابتعادنا يعني لفترة مش قليلة لكن الأهلي مازال في الصدرة لكن عايزة روح الأول للوداد وسان داونز كنت متوقع فوز الوداد أو تأهل الوداد لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال بص تمالك فيه ناس كانت بتعلق على تدوين المدير الفني للكلام أما جريده لما مستر كورر بيمسك الورقة والألم يعني ويعود يكتب مراحلات بيوني الراجل بيقرأ حاجات من المباراة وبيشتغل عليه إحنا شفنا كلام ده ففاند بروك المدير الفني البلجيك اللي ماسك فرقة الدرابع مدير الفني بالمناسبة يمسك الوداد الموسم ده الهدوء اللي كان فيه وعدم انفعاله في مباراة الوداد بلجيك مش بعيدة أو عن سويسرا يعني المدرسة مش لينكم بلجيكي نصبوط في حاجات كده شلينكم بلجيكي بلجيكي ولا تلياني مش أعتقد بلجيكي بلجيكي السويسري كان فيلر وكولر الراجل وهو شغال وهو بيغير فيه شكل رغم المسافة البسيطة اللي كان متوجد فيها مع فرقة الوداد شراسة لعبة الوداد تديك بنسبة ما فيش حد كان يتوقع أو كنت متوقع لا سانداونز كنت متوقع سانداونز ما فيهش كلام بس الراجل ده لعب على الحاجة المهمة أول أول ما يخش فيه جون كان بيخش في المباراة بسرعة ما بياخدش وقت فيه ناس بتقفل تملي اللي بيلاعب سانداونز بيقفل بعد الهدف عشان هم بيعرفوا ينتشروا كويس بس فيه حاجتين سانداونز وهو بيلاعب النادل أهلي في المباراة اللي قبل كده اللي الناس مش عايزة تنساها درجة الحركة تعليق دلوقتي درجة الحركة في جنوب أفريقيا 17, 16, 18 هو الجو الملائم لشبيه الجو بتاع مصر وانا بألعب انتشاره وجرأته وعدم خوفه والضغط بيستحوزه على أداء وأماكن في الملعب خلى الضغط موجود على فرقة سانداونز هلأنا الوحيد اللي كنت شايف انه سانداونز دفاعيا فريق سهل جدا اختراقه سهل جدا انك انت تسجل فيه على ملعبه برا ملعبه يعني الناس لها تمام هجوميا شرس جدا دفاعيا احنا بنتكلم في الجوزء من نص الملعب او تحت الفراودة مع الفراودة اقصر من هيلين جزء الدفاعي حتى التمركز للهدف التاني لو خدت بالك الهدف التاني هم اللي حطينه في نفسهم ما هو ليه خطة دهرة ما بيجي يقف احنا مش بنعدل ولا اي حاجة بس بنقول الوقفة الوقفة ليك انت بتبقى شايف طرف الكرة وجسمك مالك الفراود ومالك الكرة ما بتبقاش باصص بجنب بتبقى لو الفراود التحم معاك يخرج برا اللعبة هو الراجل رايح بسرعته ما يقدرش يغير تجاهه ده لو فراود مش هحطه مش هتيجي مش هتيجي مش هتيجي القريبة حتى وليامز وليامز ما توقعش انه هو ممكن يخرج ويدي بوكس ويرايح دماغه في الموضوع كله هي كانت بمثابة الطلقة في العرضة في الجهة القريبة من المارمة خلاص خرجتك برا التركيز حتى الراجل وبيوحرز الهتف وبيوحرز الهتف وبيوحرز على الارض حطت ايده على رأسه انه خلاص الموضوع خلص دخلنا في الدهاء الأخيرة وشمال أفريقيا أحسن فرق تستحوز على تضيع لك العشرة والخمساشر ديئة اللي هم يوصلوه لبر الأمان اللي هي اتنين اتنيني انا سعط وساندونز مش موجود ايه الفرق بين الوداد السنة اللي فاتت والوداد السنة دي من وجهة نظرك اذا كنت فرجت على مطسطه يعني او تابعته هقولك على حاجة بقى عنده أطراف يعني ونجم واحد وثلاثين سنة ونجم وحميد أحداد حميد أحداد تسعة وشرين بالمناسبة مش هلعب مطش الزهر اه مش هلعب مطش الزهر اه مش هلعب مطش الزهر اه تسعة وشرين سنة واحد وثلاثين سنة الجراءة والشراصة هم التزديد من المسافات لا بقوم جوه السندوق دلوقتي بقوم إيجابين او جوه السندوق انك انت بيقولوا ان انا بضل للمدفعين والمرتد بالنسبة لي في إيجابية هي دي هي دي مهمة جدا عرضياتهم خطيرة اوه كمان مهمة جدا للعيبة خط ظهر الاهلي والشناوي ما تعتمدش على عب منام ولا تعتمد على ياسر ولا هاني ولا معلول انت اطلع وريح نفسك هو بيحط الكرة في السندوق هو عالي طبعا هو بيحط الكرة في السندوق ويرايح نفسه اي التحامات بقى ممكن يبقى المدفع وقف غلط الفيرود واخد مكان صح الالتحام بالقوة يكون الاولوية للفيرود في كل ده انت لازم تبقى شارس في الحتة دي ليه تدخل نفسك في السندوق مع انك انت لو خدتهم من بره تدي مساحة لحارس المرمى يكون الليبرو الأشاش في الحتة دي بس باستعمال ايده كنا بنقول على كولر في البداية انه ما عندوش خبرة في افريقيا يعني لسه ما فهمش طبيعة المنافسات في قارة افريقيا مشواره في النتائج واللي حقق في دول المجموعات ما كانتش على يعني على مستوى المأمول او الجمهور الاهلي كان مستنيه بعد ما ما قدم يعني اوراق اعتماده بقى رقميا كل اوراق مد اه لا ده عامر اعتقد ان احنا لو رجعنا المشوار كولر من بعد اقصائي سانداونز وقارننا المشوار الاهلي في كل ادوار اقصائية قبل كده مفيش حد عمل ارقام دي لا دفاعيا ولا هجوميا لا بره الملعب ولا جوه الملعب فهل تقول انه يعني خد الخبرة هل تقول انه كولر فهم او قدر يفهم طبيعة المنافسة قبل واحنا راحين على اهم مبارات طبعا في احنا بعتبر الوداد اهم مباراتين في الموسم كل بص سيد الحمد فيه ثلاث حاجات كل رشتغل عليهم ونجح فيهم بدرجة امتياز دراسته دراسته لعبة الناد الاهلي دراسته لعبة الناد الاهلي كويس قوي وعرف ايه المطلوب منهم اما الراجل اعترف بكل احترافية ان انا ممكن اكون اخطأت في مبارات سانداونز وانا وارد ان انا اخطأ فانا بعيد نفسي بس الكلام ده مش هيتكرر اما تيجي تكلمني ما تكلميش على الماضي كلمني على الحاضر يعني الراجل ما بينسى بس بيتعلم من الدروس اللي هو استفد منها وخد منها الخبرات دي نمرة ثلاثة قرية المجرات المبارات سيبك من اللي ما انا بقرأ من على ورق او على سدهاية او على فلاشة ان انا بقرأ مبارات لا بعد ما بيخش ب12 ديئة بالزبط كولر بيهيد تاني فايتسا ان انا من 3-5-2 الراجل اللي تبيلعب 4-1-4-1 فكرته اسلوبه سيطرته اكتشافه 4-1-4-1 تطبيقها في المعلومة 4-1-4-1 بس على ورق وانت بتتكلم على صبورة 4-3-3 تمام الشكل العام 4-1-4-1 لكن انت شايف انه انه بيرسيتا وقاليو ديانج حمدي فتح الشحات طيرين طيرين الخمسة الطيرين مراوان هو بصوص النور اللي بيظهر كل خطأ المدافع يعني مثلا جهة هاني بيبقى تحت الكرة كويس مع حمدي بيبقى تحت الكرة كويس من جهة علي معلول بيميل كويس كل ده حتى المطش اللي فات والراجل هو تعبان وعنده دور برد مقدرش يستغنى عنه خد منه اكبر كدر ممكن وبعد كده بقى غيار هو الراجل دلوقتي انت محتار هو حسين ولا عبدالقادر تاو ولا طاهر قهرباء ولا شريف ألو ديانج ولا السلية هاني ولا خلد عفتاح متولي ولا رمي ربيعة ولا ياسر إبراهيم بقى عندك حيرة الراجل المرة اللي فاتت اما غير علي معلوم خلد خلد عفتاح بك ليفت هو عارف يعمل ايه هو عارف الخامة اللي معاه انا لقبته قبل كده هو مقص دور بيقص او بيعمل البطرون اللي يليق على اسم الناد الاهلي كل مرة بيلبسك حاجة شكل كل مرة بينقلك الزي اللي يليق باسم الناد الاهلي هو مقتنع تماما ان جماهير الناد الاهلي دي حاجة خرافية نمرة اتنين هو حب ده فهو عاشق جماهير الناد الاهلي وجماهير الاهلي عاشقته تفكر في التلات مطسوط اللي جينا عندك في الدورة على ان هم كلهم في اطار البروفا انت انا بحضر تلات مطسوط اه طبعا يهمني اكسب ويهمني التلاتة بونت بس بس القصة مش خصة اداء تجاري او مش خصة ان انا اكسب بأقل مجهود ولا اعتبرها اعتبرها برووفا حقيقية يعني احفظ على فرقتي وارايح العناصر الاساسية والعب لعبة تجاري واكسب تلات تسعة بونت وخدت صدرت الدورة والقصة وانتهت ولا الانتهت ما تشده لا دول برووفا هلعب بيهم بسكواد او هحضر بيهم السكواد اللي هلعب بيه ماتش النهائي هفكر في ان انا هلعب تسعين دي في منطقة القوة فكرنا انا احفظ على العناصر بتاعتي وعلى مستوات العالية بدنين وفنين اللي وصلوا لها بصو زعمد هو الراجل بيحترم الكبير والصغير ده واضح لكل الناس اقفصة مثل درب بعرض الحائط من الانزار التالت ممكن يجي الحمدي فاتح اللعب فول تيم المباراة اللي فاتح ايوه استغرقتنا حمدي دي ما فيش حد قالك ايه ده لغاية اخر لحظة انت قبل المباراة بساعة ايه ده اللي ايه للتشكلات اللي نزل على المستوى المواقع دي اللي هو بينفعل بيلتحم فيه تهور سنة الراجل بقى هيعمل بلانس يعرف فيه ربط كويس قوي انا محتاج حمدي قوي النرف ده انا عايز اتكلم فيه معك مهم جدا انت طبعا احتكد بشمال افريقيا كتير وعارف ان النرف ده ممكن يبقى في المباراة زي نهائي مع وداد يبقى يبقى احسن واحد هيتكلم في دي هو مع حمدي منفردا يعني يعرف لان انا بتكلم على عيبت الاهلي كلها عيبت الاهلي كلها طبيعي من الخبرات اللي موجودة بالعيبت نادل زي الشناو والسولية والاسماء الكبيرة وقفشة والناس دي وعلي معلول هم بيخرجوك عن شعورك بيحبوا يشتتو ذهنك هم شطريت يعني افصد مثل مدرسته افصد مثل هم بيتكلموا عن بيسألك نفس المدرسة بيسألك نفس المدرسة نفس الفكر نفس الاسلوب ان انا استحوذ على نص الملعب والنقل للباس من رجل للرجل واعرف كيف اكون ايجابي في الفرص اللي بيجيلي في الصندوق اذا كانت كرة سابتة او تزديد اذا ما احنا شوفنا هنا كولر هيستعمل مثلا انا محتاج كهرباء قدي ايه في الاول بعدين شريف ولا ابدأ بالشريف عشانا ادخل افشا على فكرة دخول الاربع خمس لعيبة في الغيار اللي فات في مباراة الترجي ده هو ده القريب هو ده اللي هيبقى موجود هريح علي بعد قدي ايه طب هاخد من علي انا برضو محتاج ان انا مغلط شغالة المسلماني ان انا وانا شغال مع افراقيا بصص على الملف بتاع الدور العام وعايز انهي هي مش بروفات هي انسجام مع مجموعة اللعيبة اللي هتبقى موجودة من هنا لغاية مباراة الوداد ادخله اخليه في الصورة متولي ياخد بيحضر هل اريح محمد عبد المنعم هل ادي للخلد عبد الفتاح ادي كوكا او ادي محمد اشرف ادي لديانج وقال المروان عشان مروان ما يبقاش مستهلكة ادي العمر الصلاة واتطمن عليه من اصابته طيب تعالى نبدأ بمط شايمبي تعالى نبص بصة كده على الدور اللي احنا نسينا احنا وقفنا فيه لغاية فين والامور التطورت فيه ومين اللي بينافس ومين اللي بعيدة عن المنافسة بس قلنا نروح لفاصل ونرجع نفتح ملف مشاركة الاهلي في الدوري المصري طيب تعالوا نقف شوية مع ملف الدوري ونشوف كده الاول افكركم بشكل المنافسة يعني اذا كان فيه منافسة يعني اشوف الحقيقة وانا براجع لارقام كده وبشوف جدول الترتيب لقيت انه لا يعني هو تقدر تكون المنافسة تحت اكتر منها فوق فوق الدنيا بعيدة جدا 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 وان كان ده لا يمنع انه حتى لو انت ان شاء الله بإذن اللقب قريب جدا منك انك تخلص بدري بدري بداية كابتن عمر شايف المنافسة ازاي على لقب البطولة هل الاهلي بيواجه منافسة حقيقة او خطورة فيه شايف ان فيه حد قريب او لا اهولك الحاجة يعني انت الوقت مثلا ما بتكلم عن الناد الاهلي الناد الاهلي يعيب 21 مباراة اللي تحتين مباشرة فيوتشر 27 يعني انه بيكلم في 6 ماتشاط 6 ماتشاط ان شاء الله مكسب الناد الاهلي ب18 بونت 18 بونت على وجودك ال53 يعني انت تتكلم في 71 هو كده فيوتشر فضله يعني خلييني انت بنا اقول لك حاجة تعالى نحسبها انه بيرامدز لانه بيرامدز دي ماتش ماتشين اقل من من فيوتشر من فيوتشر صح؟ 25 هيلعب النهاردة مباراة مع غزة المحل صحيح تمام بس ده الاسبوع ال29 انا عايز اوصله 27 زي بيرامدز زي فيوتشر 27 يعني هنقول لو كسبهم يوصل ل54 بونت صح كده؟ كويس ولا 55 لا هو دلوقت 49 49 يبقى 55 هيا ياخد 55 55 بونت 27 يعني بفضله 7 ماتشاط على نهاية الدول كويس صح؟ 7 ماتشاط ب21 بونت يبقى اعلى حاجة ممكن يوصل لها بيرامدز 21 يبقى 76 بونت ده لو تكسب كل ماتشاط المتبقية انت فاضل لك 13 مباراة 13 مباراة يعني بتكلم في 39 بونت 39 بونت يعني بتكلم في 53 62 92 نقطة يعني فرق بينك وبين بيرامدز تفنش الدوري قبل لو انت كسبت كل ماتشاط المتبقى وكسب كل ماتشاطه ده معنى انك انت تفنش الدوري بفرق 16 نقطة يعني 5 ماتشاط قبل الدوري ما يخص في 5 جولات انا بتكلم على اقرب منافسين لنا انت بتكلم الاهلي لي في المجموعة البصادي 39 بونت يعني ده عدد فرق موجودة في الجدول ده اكتر من نص فرق ده لا هنقولك ما قولينه للاتحاد ما قولينه للاتحاد من الرابع للأخير 40 بونت 40 بونت وفيه فرقه 37 يعني انت انت بتكلم سبك من 53 انت بتكلم في العدد المتبقي 39 بونت يعني انت بتكلم في الخامس هو ده شو بقى الراجل اما ربط افريقيا واعتذاره عن ربطة الاندية واعتذاره عن البطولة العربية فكر في افريقيا والدوري والكاس والسوبر واللي حققه هو عارف ان لعبته كان مسلمان الاول بيتكلم على 15 انا اقول لك حاجة الناس مع وجهات النظر كلها يمكن مع يعني مع فرق في بطولتين من حيث الاهمية ومن حيث المستوى المنافسة ومن حيث قيمة الجوائز ما بين كاس الربطة وما بين البطولة العربية بس كاس الربطة فيه ناس كان بتقول مثلا انه وليه لقى مالعبش بالساكن تيم او اللعبة اللي مالعبش بشكل كبير مع الفريق ومعهم مجموعة من الشباب اهم يخشوا في بطولة واستفاد اشوف العناصر منها اللي ممكن اعتمد عليها او استفاد منها ده احنا كفكرة داخل الناد الاهلي او فكرة كولر داخل الناد الاهلي اما الناس مالهاج دعوة الناد الاهلي خسر المسمى الناد الاهلي مش المسمى الافراد هو الراجل عايز اكبر كدر من اللعيبة تكون مركزة ومستوعبة وفيه نسجامة بينها وما بين بعضها الراجل عايز بدلا من 14 يبقى عندي فرقتين ال 21 وال22 اللعيب جهزين بل 25 ما كانش نفسك تشارك في البطولة العربية لا طبعا نفسي شارك عشان ناخد ما هو انت هو الناد الاهلي كده اما بيشارك ما بيحبش بقى وصيف طول عمرو بقى هو المتوج في منصة التتويج احنا عصيرنا كده ما جلنا افريقيا واحنا جلنا مرة كنا بلعب في افريقيا في البون وفي نفس وقت بنلعب في تونس بفرقة تانية احنا كنا وصل بنا كده عندك فرقتين كاملين جهزين انت كمدير فني احتر تلعب مين بتاخد رأي جهازك الفني انت مش قادر تقول كافة الميزان راح المين للخبرات ولا للشباب الاتنين مع بعض اقدر اربط مع بعض اقدر اعف وانا شغال الروتشن التغيير اللي الناس كلها اعترض التعليف في الاول هو بيقعد يعمل الروتشن كتير مش هيسبت فرقة دلوقتي انت بيتمحتار ان الراجل عنده كم من اللعب وفرة نجوم الندل اهلي بتحلى الغاز المباراة وفرة نجوم الندل اهلي ما بقول دارش اقول بودلاء الندل اهلي ما عندوش بودلاء وفرة نجوم الندل اهلي بتحلى الغاز وانا لما كنا بنكلم على مركات ومركات ومركات وسوء انتقالات وصفقات وشي مهاجم وشي جناح وشي الصناعة على العام وزيالهم قال على الهوة انا ما عنديش الفرود الاوحد اللي يجيبلي انا بختار وفكرت في برستاو وتعور حلها كولر ده حلها ببرستاو وحلها بحسين وحلها بحمدي فتح وحلها بقالو ديانج وحلها بكهربا ده كهربا ده فيلم الواحده مع كولر قالك الفكرة المجنونة جات لكولر لنرعب كهربا وكهربا ردله نفس الفولت قال له انا اعلى حاجة انت هتشوفها بقى النادل الاهلي عنده قصر تهدفين القادمون من الخلفة الغير مراقبين زي حمدي وقالو ديانج ومروان وحسين وعبدالقادر وتاو بس هنقول كهربا حنا عارفين وتاو تاو اللي كان في حتة تانية والنادل الاهلي ما نقف زماتش وبقى ايجابي بقى في الجامعية اقصر من رائع بقى بيخدم على قهربا وبيخدم على نفسه وبيخدم على حسين الشحاد الراجل بياخد الناس كلها وصف زحمت في حتة تانية الناس كلها عارفة ان الهدف بتعناد لها لقهربا بقى بياخد قهربا عشان يوسع الحسين بقى ياخد قهربا عشان حسين يشتغل على تاو بقى بيفكر في كل دولية ميسكو مان بقى بيفكر في حمدي فتح وقاله ديانج عنده حلول ارجع للدولة تانية شايف شكله بنافسه فوق ازاي الترتيب ده مش بالنسبة لك منطقي او طبيعي ولا ولا في للنادل الاهلي لا انا بكلم على الجدوى العموما يعني انه الاهلي يبقى وراء فيوتشر يبقى وراء بص هو علي مهر كان زاكي جدا ما احتفظنا بالالقاب علي مهر خد اكبر كدر ممكن من الدور الاول فبيحصل ده دلوقتي وعلي يلعب معك ولا علي يجي بعدك لا يجي بعد بس لعب مع بعض طبعا الطيارة الحصان يعني ما فيهاش كلام يعني من لعبك كان بيلعب في وفت الساعة وانجريت وفيرو ده لعب هاي كنت لعب عليه من في ماتشاط وانا مشير ياخد علي انا اخد محمد ادريس او العكس لا لعب كبير طبعا متعب سبرينتر ولو سبتله المساحة ان يعدي لا يعدي والعب هوا لا انا لا انا لا الحمد لله رب العالمين يعني اما كون بتبقى في التمرين مين كنت بتعمل لحسابك كابتن عمر وانا برا نادل اهلي طبعا ما احتفظنا برقاطة حسام حسن لا لا كابتن حسام في حتة لازم تحط على فوس راسك كابتن رمضان ما تسرحش سانتي كابتن ايمن شاوي لو سبتله مساحة الفراشة الطائرة بيقف في الهواء يعني لازم تكون نفس اللي داخل مع كابتن ايمن في حد بقى يعني لازم ما تسيبلوش مساحة النواة يلف ويشتغل محمد صلاح ابو جريش ابراهيم المصري مصطفة صادق في ناس كده المهارة دي من بدري كلمي على جيل برضو كان فيه لعيبة كرة يعني اهو اهو كواليتي تاني هقول لك على حاجة كواليتي تاني بجد فيه لعيبة كانت بتحب تاخد فاولات يعني المصري ابراهيم المصري ابو جريشة ابو جريشة اسمع ليه طبعا جبت الرمضان اه طبعا ايبا شوئي طبعا جيل لا تخيل لما يبقى فيه فرود امنية حياته فاول في الحتة الخطر عشان يشتغل عليها مثلا زي عصام شعبان متعشبين الفاول يبقى بجون فانت بتتلاشى ده بتفكر في حاجتين رائب كويس قوي مين على الارض لعيب كرة ابو جريشة ابو جريشة ابو جريشة ابو جريشة وابراهيم المصري لا في حتة ومصف صادق لا 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 أكثر من هيلين يعني كان ده شغل مش رحنا خليني بقى هارجع للدوري تاني عشان نبتديني بفوتشر فافتكرت علي مار فافتكرتك باللازم مضى بس اسمحلي هروح لفصل بس أخير وارجع تاني نكمل كلامي لو جيت قلتلك ترتيب اندية الدوري في الوقت اللي احنا فيه بنتكلم فيه دلوقتي في أول المسم كنت هتقول لي لا انت طبعا بتقول اي كلام لكن الواقع بيقول انه اللي بينافس الاهلي على البطولة على الورق يعني على الورق لغاية اللحظة دي هم فيوتشر وبيرامد منافسة يمكن تبقى من بعيد لكنها مازالت قائمة لغاية لما رقميا او حسابيا نحسم المنافسة دي كنت بتقول لي فيوتشر وفاجأة بالنسبة لك اه طبعا لسه بقولك زكاء من كابتن علي مهر لانا ألم في الاول فهحصل ده في الاخر مش هدخل نفسي في حزم البرمد دلوقتي الاسبوع السبعة عشرين وثمانية عشرين وبعد ما خرجوا الكونفيدرالية فكر بقى وركز حصل تخبطات بس تكتب بعدين فق تاني برامد هو النفس القصير مش طويل قوي وبعد ما حصل انه هو كان بيتمنى ان يبقى في الكونفيدرالية خرج بعد كده الصبر وكان الوصيف وظهر فالاهلي حسم فدي بتدخلك في حتة تانية في حسابات بقى شرعة العيبة جدايات وبرمز دي ما يكسبش الكونفيدرالية ولا مرة يعني الكونفيدرالية اللي عندها اللي بتشارك فيها ما فيهاش ما فيهاش عتقولة أفريقيا ما فيهاش الترجي الرجاء مازينبي أنيمبا سانداونز الأهلي ما فيهاش أنا قلت لك السلح مدونا معك هنا لو الأداء اللي شفناه من برامد ضد الناد الأهلي في السوبر ولا في الدوري بالأسلوب اللي احنا شفناه ده اعتقد كان خده الكونفيدرالية من وجهة ناظرك سيبك من قصة الأهلي وبرامد هما بيلعبوا قدامنا هو فيه بيننا وبينهم بيننا وبين كل الفرق مش الأهلي او بيننا الفرق كلها احنا بين الأهلي وبين كل الفرق كل حد بي طب الأسد قدام الأهلي بيستقصد إنك تكسب الأهلي ده بطولة في حد ذاته طبعا يعني إنك تكسب البطل أنا اللي كسبت البطل دي انت بالنسبة لك المباراة دي هي أعتبر بطولة في النهاية هما بيتكلموا طول الوقت على الاستثمارات وعلى السكواد وعلى تحقيق لقب طب السؤال هنا ليه بيرامدز مكسبش كونفيدرالية يعني ليه بيرامدز في ثلاث مواسم أنا سمعت إنه نادي اللي كسبهم اللي طلحهم بارك كونفيدرالية سندي نزل دوري درجة تانية في جنوب أفريقي اللي هو جلانتس آه اللي هو الجنوب أفريقي دي ما رومه مش عارف جلانتس جلانتس لأفريقي صح؟ كان العاشر ساعتها في الدوري نزل دوري درجة تانية خلاص بص سيد الحمد إنت دلوقتي عندك طموح إنك توصل وتلعب وتاخد بطولة وتحقق أسماء فردية لا تميل للجامعية ولو مالك للجامعية بدون هدف الجامعية في الحتة دي إن أنا بقع عندي هدف وببقى موجود ونفسيات بتميل وبتتجمع على المكسب من وقع حتى حتى في النادي إنك بستثمر وبتاخد يعني زي ما بقوله من كل فيلم وغنية بتعمل تشكيلة أوبريت كبير لفرقة كاملة فيها نجوم كانت موجودة في أنديتها لا يعني التجربة دي بصرف النظر عن اسم بيرامدز على كابتن عام أنا أتمنى إنها تتكرر يبقى فيه خمسة ستة سبعة بيرامدز في الدوري آه طبعا يعني حتة الدوري الاستثمار نفسه الاستثمار نفسه الخاص الدوري يفرق كتير بيرامدز فيوت شار ويا سلام بقى ويا حبازة وإنت تعرف الكلام ده كويس قوي يعني بما أنك كنت يعني عبت في عندها كتير وأعتقد كلها جماهيرية آه طبعا لو تحصل مع عندها لها ظهير جماهيري يعني يعني لو التجربة الاستثمارية دي يعني منتخب السويس مع أسوان مع الإسماعيلي نفسه مع أسوان مع أسوان مع المينيا فهم عندها فيها مع الشرقية طبعا عندها عندها أعتقد تفرق بشكل كبير جد طبعا حضرتك في الوقت ده انت دوري هيشتعل من المنافسات والاستثمارات ده هيبقى هيبقى فعلا عندك كم من الفرق اللي عندها استثمار وعندها من النجوم وعندها من الزقيرة وعندها من الأداء لارتفاع مستوى الدوري المصر وكل ده مستوى الدوري المصر يعني إيه يعني إيه يعني إنه مستوى الدوري المصر يارتفع ترجمته إيه ترجمته نحصد إيه بقى انت عايز تعرف الحتة دي النادي الأهلي بيوصل من الهدف الهدف التتويج الهدف بالأداء كل دول انت هتحس أن الدوري المصر بحب تتفرج عليه ما تفرجش على ماتشاط معين ما تفرجش على أهلي وزي ما تتفرجش على أهل واسماعيلي أهل وبرمس أهل وفيتشور تتفرج على كل المشروطة عشان عارف أنه بقى فيها تشويق وبقى فيها سيسبينس فيها إصارة أنت عايز تتفرج على ده لعيبة على مستوى تاني معناها تطلع مواهب معناها منتخب منتخب منو الجزي وهو موجود المنتخب كان مستفيد بكل المقاييس إن الـ 11 أو الـ 15 اللعيب يتوناد لأهل كلهم في المنتخب وكلهم بيشاركوا من 7 إلى 8 لعيب دي في حد ذاتها إذا كان منتخب الأولى ومنتخب اللومبي عدد أو وفرة النجوم في الأندية هتصب في المنتخب بأسلوب واضح جدا إن اللعيبة دي إمكانياتها بتعلي اسم المنتخب عشان نديها في حتة تاني صحيح تعال نشوف أرقام الأهلي طب بما أنه في الصدارة الأهلي الليعب 21 فاز في 16 وهو أعلى فريق حقق ماكس ماكس اتعادل في 5 مباريات وهو تاني أقل فريق تعدولن يمكن الفريق اللي بيتخطأه في الملك يعني من حيث التعادل الأقل هو الاتحاد السكندري ولا خسارة ولا مباراة ده ريكورد الكولر ليه 40 هدف وهو أكتر فريق أحرز أهداف وعليه 7 أهداف وهو طبعا انتحادكم شايفين أقل فريق يعني أقل فريق على نسبة تهديف وأقل نسبة دخول أهداف وأقل نسبة أهداف أقل فريق بعد منه أعتقد الستاشر اللي هو فيوتشر استقبل ستاشر هدف وتاني أعلى فريق تهديفا هو الزمالك تسعة وتلاتين هدف ليه بلاس تلاتة وتلاتين هدف طبعا والنقاط تلاتة وخمسين ورغم أنه أقل فريق لعب مباريات إلا أنه ما زال في الصدراء واحد وخمسين نقط وللسألك حوالي من 7 إلى 8 ماتشاط أنت بتتكلم في 24 بونت بتتكلم في دوري تاني يعني عدد الماتشاط العدد إلايه بس عدد النقاط لو هما 8 ماتشاط في 3 نقاط بـ 24 إن شاء الله الأهل يوصل الريكورد ده أنك بتعلي أعلى نسبة تهديف وأقل نسبة دخول مرمىك أهداف دي في حد ذاتها ريكورد اللي عيبة بتعمله المدير الفني بيحقق أنه مخسرش على مدار وجوده في الناد الأهلي حراسة المرمى وخط الظهر بيعمل نفسه ريكورد أنه ما استقبلش العدد بسيط في نفس الوقت أعلى نسبة نقاط وحسم البطولة قبل نهاية الدولة بـ 5 ماتشاط صحيح متعقع أنه الترتيب النهائي أنت كده أهلي فيوتشر تشامبينز ليج بيرامد الزمالك كونفيدرالي متعقع أنه علي مش هيسيب أنا همسك فيها مش هيسيب علي ماهر طبعا علي ماهر مش هيسيب همسك فيها دي بتودي علي في حتة تانية أنا جاي منين واشتغلت إزاي وكت أنا المترشح من سيكت في فيوتشر اشتغلت وحققت جهاز الفني والتعاون بمجلس إدارتي حققت عملته الصورة من نفس منهج الناد الأهلي بس بأسلوب هو ابن من أبناء الناد الأهلي وتعود على البطولات فبيضخ السقة دي في لعيبته اللعيبة بتاعته على قد ما هو بيختار هي دي اللعيبة اللي الانسجام بتاعه بيليق عليها معاشرته برة في قتلتك وموجود وقعد علي مهر بيشتغل كويس وأحل حاجة إنه بيشتغل في هدوء ولا تسمع تصريح ولا تقول لأنا جبت ولا وديت هو شغال في حتة هادية فرقت معها الجملة اللي هي بتاعت خسارة المتشاط لأن اللعيبة عندك كان خد الإنذار أو كان خرج من المباراة باستبعاد من ثلاث نقاط أو ست نقاط كانوا موجودين عنده هي حاجة إدارية بس في نفس الوقت علي ماشي زي ما هو جهازه معاونيه محمد عبد الكريم وكوكة الأداء نفسه فيه انسجام ده بيوصلك لمكسرالية بالزبط بيرامد زهو الزماج متعقع ولا تلاقي ممكن يحصل مفاجأة أقول لك الحاجة المفاجأة اللي بتحصل إنك إنت تتعصر عشان تربط على نفسك إنك إنت موجود في الأربعة الأوائل أو الخمسة الأوائل ممكن تلاقي الاتحاد في حتة وممكن تلاقي الماولين في حتة المكسب يا سيد أحمد الثلاث ماتشاط أو الماتشين بستة بونت بتهيقلك عشان أنت بتلعب على المكسب بستة بونت في نفس الوقت بتبص على نتاج الفرق الأخرى ممكن تكون بلعب لصالحك أهم حاجة أنت تأدي أنت تبقى إيجابي أكسب التلاثة بونت التلاثة بونت لو بسط على بقية المباريات اللي بتقرب منك تعادل بتستبعدك خسارة يبقى بستة بونت تلاثة مكسب وتلاثة للفرق اللي هي ما حققتش المكسب عشان بتجري وراءك أداء معين كده كل واحد بيحسبها وراءة ألم كل واحد موجود في الخمسة الأول أو ستة الأول بيكتبها وراءة ألم التلاثة بونت دول هيوصلوني فين المنطقة الدفئة أنا عايز أخذ كده عشان أريح نفس اللي تحت هلم بسرعة ده أنا ممكن ماتش تلعي على الجيش أكسب تسعة تلاثة ماتشات بتسعة بونت أوصل في حتة تانية أوصل الأربعة وثلاثين نحن من المركز القبل الأخير تلعي على الجيش هتخدين أنت بس لغاية والله كمان وفرقه مش باية ما بقولك أنت فرقه بتكلم ستة وتلاثين آآ سبعة وتلاثين بونت أنت لو أربع ماتشات تلاث ماتشات بتسعة بونت الخمسة وعشرين بقيت أربعة وتلاثين بس ده معنى برضو أنه ماتشات في آخر الدوري هتبقى ضرب نار طبعا يعني حتى اللي تحت ده خالص يعني بيبقى كل في كل الدوري الدوري نعيش عايشة فل منقسم الأربع ملفات ملف الحسم والأهل بيحققوا ملف أن أنا أحتفظ أبقى تحت الندقل عشان أخش أفريقيا ملف أخطر لي مكان عشان أبقى موجود في الكونفدرالية ملف التدفئة أن أنا أكون في مكان هادي ما أخدش في الزوبعة ملف زي أبعد عن المكان الخطر واخش وسط الكبار وخش بس أبعد عن المكان الخطر دي فيها أكتر من نص فرقة الدورة يا كابتن عم حوالي سبعة أبعد تبتكنا محارس طلائع لخلية بانكس معي لغز المحل يعني لغاية 31 نقول وسيراميكا ما يخشش في اللعبة ده بين طلائع الجيش مع 31 سيراميكا وأسوان زي بعض بالزبط سيراميكا وطلائع الجيش ده فقنا ما بين الاثنين ده لعب 27 ده لعب 28 يعني سيراميكا وأسوان وغز المحل والإسماعيلي والبنك الأهلي والدخلية وطلائع الجيش تقل نقطة ماتش واحد مكسب يشكل بليغير لسه بقول لحضرتك المكسب ده الثلاثة بونت وأداء الفرق الأخرى أو نتائج الفرق الأخرى تحفزني وتوصلني في حتة تانية بثلاثة بونت مكسب وهم يلعبوا بعض يأما بالتعادل يأما أبو الخسارة أنا كذبان أنا وصلت في حسن أسود في الدوري السندي؟ يعني أو المنقسمة بين اتنين للتحاد والمؤولين اتحاد مؤولين أفضل مدير فني لفت نظرك في الدوري السندي كولر كولر طبعا مش والله مش حيزن للنادل أهلي أنا بحب المدرسة دي سبت الانفعالي والهدوء والفكر والروتيشان اللي بحيحير النقاط كلها في السعودات التحليلية الراجل عنده فكر بان بمدة بسيطة قوي كمياته لايقا مع النادل أهلي هو ده المشروع فعلا اللي فكر في مجلس الإدارة من أكتر الحاجات يعني بتهيألي أنها بصت جمهور نادي الأهلي مع مرسيل كولر هو أنه الراجل مدرك لرغبة أو تطلعات جماهير نادي الأهلي في شكل الكرة للأهلي أو شخصية الأهلي ممكن تبقى إزاي يعني جمهور نادي الأهلي يحب ويعشق المكسب والبطولات لكن يحب مع ده كمان أنه يشوف الأهلي مسيطر مهيمن مستحوز هو تعامل ده يعني مستر مسلماني طبعا واحد من أنجح مدير الفنيني يشتغلوا مع النادي الأهلي كان بيقدر يعمل ده كان بيقدر يكسب وكان بيقدر يجيب بطولات لكن كان دايما متخذ عليه فكرة الكرة الهجومية وأنها واحد دفعية كولر قادر يعمل معادلة دي قادر يقدم كرة هجومية بشكل كبير جدا وبيأمل حتة دفعية وبيأمل صلابة دفعية كبيرة جدا معادلة دي مش أي مدير فني برضو يعرف هقول لك الحاجة الرجل بيقول لك أنا سقف طموحاتي للمكسب وتحقيق البطولات أنا عايز أنا ما عنديش أي بطولة أشترك فيها غير أن أنا عايز أحققها الرجل وصل للعيبته كده يبقى إزاي اللعيبة بتاعته مش هتبقى عندها النشوة دي وعندها الهدف ده شرصة النادي الأهلي هجوميا واضحة رغم أنه كانت الناس كلها بتتكلم إزاي الأهلي هيجيب فرود كويس عشان يكون من أنصف فرص حق أهله الكهرباء بنسبة 80% في نفس الوقت حتة دفاعية عدد استقبال أهدافي إزاي أكون أنا أعلى نسبة تهديف وأقل نسبة أهداف تخش مرماية ده معدل ده شغل مدرب الربط والجمل اللي بنشوفها دي ده شغل مدير فني طبعا من أول لحظة تعرف المدير فني شاطف الكوار السابتة الكوار السابتة مش التحضير طول عمر نادل اللي بيحضر بيحضر بإيجابية وعنده من اللعبة اللي تعلي كافة الأداء ده أختلف معاك أختلف معاك طول عمر الأهلي مستحوز يعني طول عمر ما تشوف في كل إحصائيات الأهلي مثلا في الاثنين سيزن اللي فات تقدر تنكر إنه الاثنين سيزن اللي فات من أنجح المواسم على المستوى النتائج والألقاب والبطولات للأهلي يعني إنك أنت تاخد في اتنين بطولة دوري أبطال وتاخد اتنين سوبر أفريقي وتاخد اتنين برونزاة في كاس العالم من أنت بتلعب مع الكبار يعتبر إنجاز طبعا كنت دايما الأعلى في فكرة الاستحواز أعلى في عدد التمريرات في دقة التمرير لكن ما كنتش إيجابي أنا آسف يعني أيوة طبعا يعني كنت بحس إنه إحنا كتير جدا من البساط دي أو كتير من نسبة الاستحواز دي في نص ملعبنا كتير من الكبر دي بترجع الورا لكن كنتش تعمل ده بإيجابية زي ما بيعملها مستر كول اللي هو بص إحنا الأول كنت بقوله الاستحواز دلوقتي الاستحواز والانتشار والإيجابية على المرمى يعني لو جات لك أربع خمس فرص كولر إيجابي في ثلاثة يعني مع إنه بيصح أخطاء فرودته أو عدم استغلال الفرص إن دلوقتي بيستغلها الحاجات اللي فيها الشكل الجمالي اللي إحنا متعودين فيه الوان تو والتيك أوفر والدبل بس والوان سري والحاجات اللي هي الأوفر لاب الناد الأهلي متعود عليها انت لقتي بيت بتشوف هاني حتى بص يا سيد الحمل لو أنت بتتكلم عمدير فني ارتفاعه لمستوى الأداء الفردي اللي ظهر في الفترة دي مكسبه هاني تاو مروان ديانج المنافسة اللي ما بين حسين وعبدالقادر المنافسة ما بين كهرباء وشريف المنافسة ما بين السلية ومروان وديانج وحمدي حمدي كان دوره هو مروان إزاي يطوره أنه يبقى إيجابي والحطة الهجومية تكون بإيجابية أن الغيار بالنسبالي بيعليلي كافة حمدي فتحي وراء لنا عملها ماتش الترجل الأخرين ده لما عمل تلت تبديلات نزل السلية و أربعة تبديلات نزل السلية وقفشة وخارد عبدالفتاح في ناس بتحود على كولر موضوع أنه بيغير متأخر دايما لا بس لازم الناس بقى تتفرج وتعرف كولر بالشغل ازاي كولر لغاية من الديئة تلاتة وستين لديئة سبعين غيرات كولر الببان عمره ما غير بين الشطين أبدا إلا مرة واحدة بس لعب اتنين فرودة كان شريفه كهرباء أما هو تمالي من الديئة ستين للديئة سبعين هو بيأخذ بيجر الفرقة للاستهلاك البدني بعد كده بينزل بقى الناس اللي عندها الفكر والشكل الجمالي بيرسي تاوب بيتعلقه بالمهارة الفردية حسين الشحات بإيجابيته على المرمى حمدي وديانج والضغط اللي بيبقى من تحت كهرباء يوم منزلك دم جديد طاهر الحصان الجراي عبدالقادر المهاري الفاز أفشا المعلم الرتم اللي بتحكم في رتم المباراة كل الكلام ده مهم مهم قوي ان الرجل بيعرف امتى يغير وبيعرف ياخد من اللعيب في الوقت ده قد ايه باخد من كهرباء رغم على جهزيته والراجل كان بيديله على فترات طويلة من الديان 65 بيعرف يستهلك الأمور الدفاعية وليستهلك المخزون البدني بتاع الفرقة التانية ويبتدي يشتغل بقى على إمكانيات لعيبته وارتفع المستوى البدني لعيب تنادي الأهل بمناسبة كلامك على الفيرود من شوية وانت بتتابع دولي عبطال أفريقيا فيه فيرود لفت نظرك آه فيرود الوداد الأصمر الأفريقي وحش لا بس يقول لك على حاجة فيه فيرود بقى اسمه لو جات له أربع فرص يجيب خمسة شلوليلي بيتر شلوليلي بتاع جنوب أفريق فيرود فيرود بمعنى الفيرود بمعنى الكلمة اسمه بتاع الوداد بيتر سامبو سامبو اللي هو جاله شد وغير وكان بيبكي وهو خارج أما بيتر شلوليلي فيرود فيرود ألعب هوا تسداد تمركز في الصندوق استعبال ودورانات فيرود بمعنى فيرود شامل وفيه فرودة بتعجبني يعني محطة حمزة خابة محمد علي بن حمودة الفيرود بتاع الترجي بس مع محمد بن رمضان كلاعيب تحت الفيرود ويبلغ من السن 22 سنة لعيب كويس وإجابة عن مرمى الشهدي اللي هو اللعيب أو الزهدي اللعيب اللي هو الصغير لتحت السن هنشوفه في كاس العالم بتاع تونس هيبقى موجود اللعب الماطش اللي كان في القاهرة هنا مع أنيس البدري لعيب كويس طيب هروح للماطش بتاع أمبي مين الوجوب اللي تستاهل إنها ترتاح وشايف إنها محتاجة تدخل في حالة أو مرحلة تجهيز واستشفى كده قبل ماطش الوداد ومين الوجوب اللي يتمنى كابتال عامل حديدي إن هم ياخدوا فرصة في ماطش أمبي هولك على حاجة الحتة بتاعت خط بظهر دي محمود بقى والانسجام ورامي وهو راجع محمود متولي ورامي ربيعة تتمنى تشوفهم آه طبعا رامي ممكن يبقى بعيد شوية لأنه راجع من إصابة فبتهادي يعني بسم الله ما شاء الله اللعيب اللي بييجي من بعيد قوي بيبقى حاضر أهم حالكم بركز بقى صوتش طبعا يعني أنا يعني عايزه يخش مفيش لعيبة رجعت من أو طلبتها الموسم دا جاهزة بزيت في خط الظهر نحن بتدي نب الراجل كان في الأول موسم لو تفتكر منعم ومتولي منعم ومتولي منعم ومتولي بعد كده وطيلك أحسن اتنين بيحضروا وكبية الراجل لا يفعل بعد كده منعم وياسر فترة وبعد كده منعم وربيعة فترة وأعتقد ربيعة لعب مع عبد المنعم بعد كده ياسر وعبد المنعم وبعد كده ياسر وعبد المنعم لكن أصدر محدش جبته وخزلك كلهم أتمنى أن يبقى من حسابات كولر أيمن أشرف بالنسبة طبعا أيمن أشرف الهدوء بالنسبة العلي معلول أنت محتاجه يعني حتى تقول محمد أشرف يريح يعني أخذ منه وغيره يعني حتى لو أنت عايز تتديله شوت عشان يبقى موجود وداخل فورمت الماتشاط هتتديله مثلا نص ساعة ولا شوت ويبقى الغيار ده ما فياش مشكلة خرد عبد الفتاح وجوده برضو مع هاني أنت عايز اللي اتنين يكونوا موجودين السلية عشان تطمن عليه ودي نقطة مهمة جدا أن نتكلم على السلية يا جماعة اللي بيتفرج على عمر السلية نجم كبير من نجوم النده اليوم منتخب مصر الراجل لما بيبقى زعلان بيبقى زعلان على نفسه من زعلانه لنه غير زعلان على نفسه أنا بزعل على نفسي عشان أنا عايز أبقى كويس عايز أرجع تاني عمر السلية اللي تشكيل الناد الأهلي بيتحط عليه أنا رقم واحد يتحط عليه عشان العيبة فالناس أما بتشوف لقطة زي دي عمر مش من الناس اللي بتتقمس وليه شكل بس أنا هقول لحقك حاجة يعني شريحة برضو في الآخر بشر ما فيش ما فيش ملايكة من حق اللاعب أنه يزعل أنه يتغير كل اللاعب نفسه يلعب في الملعب يفضل في الملعب طول الوقت لكن اللي ممكن يبقى مرفوض من وجهة نظر الجمهور هو أنه يعبر عن ده لكن من حقه طبعا لا حد شدر يلومه أنه يزعل طبعا أنه يطلع بره الملعب أو أنه ما يكونش موجود أساسي في التشكيل وبالعكس أنا بشوف فريق زي الأهلي بيبقى دافع عند اللاعب أنه هم يبزلوا موجود أكتر أنا ليه قلت دي يا سيد أحمد عشان إحنا نتحطنا في مواقف زي دي فكنا بنقول نفسنا نلعب فمالعبنا الملامح دي يعني ده عتاب بني وبنفسي يا أبو ناس بتكلمك ده دي نقطة في منتقى الأهمية بكلم فيها جمهور نادي الأهلي الضرب تحت الحزام في الأسبوعين اللي جايين هي بأكتير جدا لا مش مطلوب يعني عندك وعي تشوفوه تفهموه تبطلوه هتلاقي كلام أنا لسه بكلمكم النهاردة أخبار بتطلع أنه في صدام حصل بين مرسيل كولر وبين محمود الخطيب يعني الحرب النفسية العقلية اللي مطلع كلام زي ده في التوقيت زي ده حدفها فكرة أنه عقود بتيجي اللعابة النادي الأهلي ومين جاله عقده ومين جاله ومش عارف بالقيمة 2 مليون ليه في التوقيت ده ليه يعني مين هيجدد مين هيمشي برضو ليه تفسد محور التركيز للنادي الأهلي في فترة الجام ده الجمهور لأنه زي ما الجمهور بنطلب يكون لي دور في المدرجات إن شاء الله يوم 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 وعي شوية في اللي بيتم حاولين نادي الأهلي جدا صفقات أكيد الأهلي أنا بقول لكم هو الأهلي ملف الصفقات طبعا مفتوح يعني هو قدرت النادي الأهلي مش هتستنى ما الموسم يخلص محتاج كده يكتب نعم محتاج واحد واثنين وثلاثة بس عمر ده ما هنكلم فيه دلوقتي لما على الانتهاء بزبط كده مش توقيته بسنين جمهور في الفترة اللي جاية وجمهور اللي يحضر لتلات مطشاط وجمهور اللي يحضر إن شاء الله النهاية أنت اللاعب رقم واحد مؤذر لعبة النادي الأهلي أنت هيجي لك المشهد رقم اربعة استاد القاهرة في مبارات الوداد وساعة الاستاد كاملة فكروا بقى فكروا بقى النادي الأهلي يحسم الملف من هنا أنت لا تكل ولا تمل تشجيع من أول دي الآخر دي أنت عارف أن لعبة النادي الأهلي أنت النبض وأكسر الحياة بالنسبة له أنت العنان مركزة اللي يخرج منها لعبة النادي الأهلي بالمكسب أنت اللي تقدر تعمل كل حاجة أنت اللاعب رقم واحد إذا كان فيه نقاط أو حاجات تتمنى أنه ميسر كولر يشتغل عليها في الثلاث مطشاط اللي جايين عشان يكون جاهز للوداد في المباراة النهائية إيه إيه اللي ممكن تقوله كابتن عمر أهم حاجة الكور السابتة لفرق شامل أفرق اللي على مرمى الشناوي وخطة دهر النادي الأهلي ده مهم قوي الشغل ده حتى لو في التمرين حتى لو في الشرح الأول قبل ما أكلم كورة المطش ده نفسي أكتر بدني أكتر تكتيكي أكتر فني أكتر يعني لا هو بدني ودي أحد فكر كولر يعرف ياخد الفرق في حتة معانا ويعرف ياخد من المباراة اللي هو عايزه تكتيكي هو فكر اللي عابت النادي الأهلي داخل الملعب والإيجابية يعني أنت الفرصة اللي جات لك في مباراة الترجي السروباس إيجابي حسين الشحات عايز نفس اللي حصل في مباراة الترجي الاربع ولا الخمس فرص اللجوم أنت استعملت منهم ثلاثة هدوء ستة ولا السبع فرص أصلا يعني من أحلى كور زي ما كنا بنقول على كورة بتاعت عمر السلية أفشا عبدالقادر كهرباء أقول لك من أحلى كور في المباراة أول خمس دقائق الكرة اللي اتعاملت لونج باس من بيرستاو مرة واحدة كهرباء في العرضة في القائم بتاعت الترجي هنا أول خمس دقائق أول خمس دقائق فيه كرة إيجابية لونج باس عملها كهرباء من الوضع فيه واحدة بعد الجون الأولين بتاع هناك برضو نفسحك لونج باس من بيرستاو لكهرباء بس لونج باس منتاو مرة واحدة كهرباء برجله شمال في القائم محمد صدق الدبش ما شافهاش حكمت حسبت أوفصاي يعني بس اللي هجيلك تبقى إيجابي جات لك 3 فرص استعمل 4 متقولش جات لي 3 هستعمل 1 أو 2 لا اللي هجيلك تكون إيجابي بيها فكره كل 4 هو مدرسة يتعلم منها مدربين مصر أنه بيختار الوقت اللي يعرف يعمل فيه السنفونية اللي يقدر يشتغل بيها في مباراة الوداد إن شاء الله سبعالي الأخير كابتن عمر الأهلي قادر يحقق السبعية الموسم ده سبع ألقاب سبع بطولات بإذن الله إن شاء الله مش جديد عن ناد الأهلي إن شاء الله بإذن الله مش انتماءا وولاءا لا عصرنا الكلام ده وتبس فينا روح المكسب وبس الأهلي سقف طموحاته للمكسب مالوش إصدار شبع للبطولات عايز ياخد أي بطولة تقبله فيه والمهمة مش مستحيل في المتناول أصحابها طبعا كنا فين وبعيد فين وروحنا فين دلوقتي ومهم إن إحنا نحفظ على إحنا فيه ونبقى أحسن كمان في اللي جاي وخصوصا إنه اللي جاي أصعب وأطول مبروك مرة تانية كابتن عمر الله يباري فيه فين بعد تليفون في تلات ماتشات بعد مباراة الوداد إن شاء الله بإذن الله شكرا جزيلا نجم الندي الأهلي كابتن عمر حديدي على وجودك معنا وبارك لك إن شاء الله وبعد مباراة الوداد نبارك وإنهني نبدأ بالترتيب زي كولر انبي وناخدهم بالترتيب ومعندي كبير وداء إن شاء الله نورتنا يا كابتن عمر حبيبا كابتن أحمد شكرا لك وشكرا لكم على المتابعة على كل خير نتقبل دائما في السادسة على شش الأهلي تحياتي لكم